أثناء مينا صباحا بتوقيت القاهرة أسا ديسا بتوقيت جرينتش منجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حجد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قياديا ونبعا من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع وأضاف البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إلا أن قصف إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر لأربع مرات حالة دون دخول المساعدات وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحج مساعدات إنسانية بإحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش وأضاف البيان أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنصق عملية إدخال المساعدات وما زالت تقوم باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر وأشار البيان أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وأن أي محاولات أو مساعدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنس إلى القاهرة وأفد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المفدولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق صراح المختجزين المتبقين في غزة وأوضح الموقع أن سبب أهمية ذلك هو أن بيرنس كان هو الشخص الرئيسي للرئيس بايدن في الجهود المفدولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف الحرب استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين في مدينة رفح جنوب القطاع جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنين شرق المدينة واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة والتي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع مما أدى لاشتعال النيران في المكان كما أيضا أطلقت ذوارق الاحتلال قبائف صوب شاطئ دير البلح وصل قطاع طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العضوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح والتي تؤوي نحو مليون وأربعمائة ألف نازح وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تهجير قصري ووقع مجازر وصفها بالمروعة يذهب ضحيتها الآلاف بالنظر للضحام محافظة رفح بالنزحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلتهم ويعانون الجوع والعطش والبرد وانتشار الأمراض والأوبئة محملا لاحتلال المسئولية الكاملة عما قد يقع من مجازر أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت 711 هجوما على المرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياسر فيتش أن من بين الهجمات نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة مما أصفر عن استشهاد 645 شخصا وإصابة 818 أخرين وأوضح المسئول الأممي أن الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36 وأثرت على 90 سيارة إسعاف بقطاع غزة أفادت وكالة الأنباء السورية بأن إسرائيل شنت هجوما أو عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق مشيرة إلى أن الدفاع الجوي تمكن من التصدي للصواريخ وإسقط بعضها مما أصفر عن وقوع بعض الخسائر المادية خفضت وكالة موديز للتصنيفات الاقتمانية تصنيف إسرائيل مع نظرة A2 مستقبلية سلبية أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في قطاع غزة وتداعيتها الأوسع والتي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني وفي الشمال الإسرائيلي لا تزال قائمة مما يثير احتمال حدوث تأثير ثلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي كما توقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل